إلى موضوع آخر حيث شاركت أكثر من عشرين مؤسسة عمومية وخاصة شاركت بصالون التوظيف الذي نظمه أعضاء نادي العلمي مسير المستقبل بالمدرسة الوطنية العليا للماناجمنت الصالون شهد إقبالا واسعا من قبل الطلبة ما يفتح لهم آفاقا جديدة سواء للتربص أو لحصولهم على فرص التشغيل والتوظيف مهديا كركوتزاغ حضرت جانبا من الصالون وأعدت التقرير التالي Runa طالباء في المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت جئنا كغيرهن من طلبة المدرسة لهذا الصالون بغض البحث عن فرصة عمل أو تربص بإحدى هذه المؤسسات صالون التوظيف جاء لتلبية حاجية المؤسسات لإطارات جبء ذات تكوين عالي نحن نفذ نفذها للطلبة بغرض الحصول على وظيفة في تخصصاتهم شكرا